سأكون مجدداً مع المزيد عن هذا المجلد الألباني تحت اسم الحديث الصحيحة والمجلد الخامس ذكرناه الآن أريد أن فقط أذكر الأئمة الأربعة للتوالي الإمام أبو حنيفة النعمان 80 هجري ومذهبه الحنثي والإمام أنس بن مالك 93 هجري ومذهبه المالكي والإمام حمد بن إدريس الشافع ومذهبه الشافع والإمام أحمد بن حنبل مذهبه الحنبلي ذكرنا أن أئمتنا الأربعة هم الذين أسسوا العلم الحديث وأغلق بعدهم علم الحديث هذا العلم الذي بذلوا فيه كل الجهد وأسسوا له إذن يجب إغلاق الباب بعد هؤلاء الأئمة الأربعة أي حديث يأتي بعده يعني الموضوع مش موضوع تجديد هذا ما ذكرته لكن أريد أن أضغطق صحح حديث ذكرته على العجالة هو صحيح لكن لم أذكره كله وهو النبس السلام في السياق شرحي النبس السلام عندما جاء الأعرابي هو والصحابة فوجدوا أعرابي مثل أحدث في المسجد فأرادوا الصحابة زجره لكنه نهاهم ويعني تركه حتى يكمل فقال له يعني خاطبه على قدر فهمه وقال أن هذا المكان لا يصلح لكذا فقال الرجل اللهم ارحم محمدا ورحمني ولا ترحم أحدا معين عودنا على بدء أن الأئمة الأربعة الذين جاهدوا فيه حتى أوصلوا لهذا العلم العظيم وكمعانه يعني مرضى الشافعي ومن أجل أن يتحمل يعني كان مرضه شديد جدا أنه كان مرضه بسبب عشبة كان يشربها وهذه العشبة كانت تسبب له يعني توسع في الأوردة وكانت تسبب له نزيف شيء من البواسير فنهاه ذهب إلى طبيب نصراني فقال له يعني هو كان طباء المسلمين قلة كان طب مهنة على اليهود والنصارى لذلك كان من أشعاره الجميلة يعني نصائحه الجميلة كان يشجأ أبناء المسلمين على دراسة الطب حتى هو كان يتمنى يعني قال أتمنى لو أني درست الطب لكن يعني الشيء العظيم هو رواية الحديث وكذا قال لو أني لم كذا يعني لاهتممت بدراسة الطب لو أنه لم يجد في الفائدة العظيمة في رواية الحديث المهم عندما قال له طبيبه يعني ماذا تشرب أو كذا قال أشرب العشبة كذا قال هذه العشبة خطيرة وتسبب لك زيادة البواسير وهي يعني توسع الأوردة بنوع من النزف فقال أنا أضطر لشربها لأنها تحيي ذاكرتي ويعني تشجع أو نوع من يعني تساعد على الحفظ والذاكرة كونه رواية الأحاديث تعتمد على الذاكرة القوية فنهاه عن شربه لكنه استمر في شربها مثل الشاي يعني هي عشبة لكن هذه تقوى الذاكرة حتى تعينه على حفظ الأحاديث هو الإمام الشافعي ما يذكره الربيع بن سليمان أقام الشافعيها هنا أربع سنوات فأملأ ألف وخمسمائة ورقة وخرج كتاب الأم ألفين ورقة وكتاب السنة وأشياء كثيرة كلها في أربع سنين وكان عليدا شديد العلة يكاد ربما يخرج الدم منه وهو راكب حتى تمتلئ سراويل ومركبه وخفه كان عنده بواسير رحمه الله إذن هذا كله هالمشقة في سبيل يعني إتقان العمل رواية الأحاديث تتبع الأحاديث وتتبع الرواة في كل مكان حتى يجمع الرواية الصادقة عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إذن عودا على بدء على هذه الأحاديث التي ذكرها ناصر الدين الألباني خطورة هذه الأحاديث ذكرتها أنا لكن سأضيف لإلها هذا الحديث مثلا ألفين وثلاثمائة وأربعون من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائك والناس أجمعين يذكر الرواة لكنه المشكلة أنه يضعف رواية يذكر في البداية يعني يضعف الرواية رواية الحديث ويقول هذا إسناد أو رواه الطبراني عن حسن بن قزعة بن عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي هذيل عن ابن العباس مرفوعا وقلت هذا إسناد ضعيف عبد الله بن خراش ضعيف وأطلق عليه ابن عمار الكذب انظروا انظروا خطورة طبعا يتسلسل في أنه ضعيف ضعيف ثم يذكر أنه صحيح انظروا إلى خطورة هذا الذي يدعو إليه سب الصحابة ذكره النبي صلى الله عليه في موضوع أو في حديث مستقل وهو صحيح هذا الحديث في عدة روايات وهو مشهور هذا الحديث لكن خطورة الأمر أنه يروج أو يعني يهز صورة الصحابة وكأنه يضعف أنه من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائك والناس وإجمال يضعف ويهز من صورة الصحابة وكأنه بطريقة أو بأخرى يشجع على هذا الأمر يضعف الحديث الحسن أو الصحيح الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على خطورة يعني خطورة ما يقوم به وهو أنه قلت أنا أنه يضعف الحديث الصحيح ويقول حديث الضعيف وذكرنا أنه الصحابة رضوان الله عليهم حملوا هذا الدين على أكتافهم جنبا إلى جنب مع نبي صلى الله عليه وسلم والإقلال ومن شأن الصحابة هو الإقلال من شأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جالسا ويضع ثغتتها كذا يعني تهب الثغتت بأنه شيء ثقيل يجلس عليه لذلك أنزلنا عليك قولا ثقيلة كانوا يروا الصحابة وهم جالسون بجانبه الثقل أنه فيه كلام أنه وجهه يحمر عليه الصلاة والسلام أنه يسمع كلام ثقيل وكذا إذن كانوا يروا آثار نزول الوحي إذن هو خصوصية للمسالسلام كرسول والإسراء والمعراج خصوصية له لكنهم صدقوه وساندوه وشاركوا معه الغزوات والفتوحات وصبروا على أذى قريش لهم وصبروا على أشياء كثيرة حقيقة حملوا هذا الدين معاه عليه الصلاة والسلام فإذن إضاف أو شتم الصحابة يعني شتم أو يعني عدم تصديق الصحابة يعني عدم تصديق النبي صلى الله عليه وسلم يعني عدم تصديق نبوته إذن الإخلال أو عندما يقول من سب أصحابي مطلقا هذا صحيح لأنه ذكر في روايات أخرى بحديث صحيح هو مشهور هذا الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو مد أحد أو يعني حدكما جبل أحد ذهبا ما بلغان صيفه وهذا حديث صحيح إذن كيف يضعف هذا الحديث وكأنه يريد إشاعة يعني إضعاف الحديث يعني إضعاف يعني يفتح الباب واسعا لماذا؟ للفتن ولشتم الصحابة وعلما أنه روية في كذا يعني في يعني الإيمان بالصحاب أو الإمام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين شهدوا مراحل حياته وصدق نبوته إذن إضعاف أو شتم الصحابة هو عدم تصديق للنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت أنا أنه يدس السمة في العسل ورغم أنه يقال هنا بدأ برواية الضعيف ثم ثم قال ضعيف بالتقريب ثم كذا ثم آخر شيء ذكر صحيح كيف يعني هذا حقيقة أمر خطير دعوة خطيرة فإذن قلنا أنه يستشهد في الرواة في ابن حبان يستشهد أيضا عبد الرزاق وهذا شيء حقيقة يعني أين هم رواة الحديث الذين أسسوا لهذا الحديث أخرجوا أبو داود وغيره إذن كأنه لا يوجد مؤسسين لهذا الحديث وهم أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة الإمام أنس بن مالك والإمام إدريس الشافعي وهم رواة الحديث الذي بني على يعني استدركه الحاكم إذن هذه رواة الذي يستشهد بهم ألغى وجود شيء أساسي وهو الرواة الحقيقيون للحديث إذن أحاديث وأبن حبان وأبو داود وكذا حقيقة إذن عودا على بدء كما ذكرت أنه هذه الأحاديث محمد ناصر الدين الألباني يدس الأحاديث المكلوبة يضعف الحديث الصحيح ويقول حديث الضعيف وهو أمر خطير يجب الانتباه لهو الحديث لهم إن أمتنا الأربعة أبو حنيفة النعمان والإمام أنس بن مالك وحمد بن إدريس الشافعي والإمام أحمد بن حنب الأسس لعلم الأحاديث وأغلق الباب بعدهم لا نريد استزادة ولا رواة كما ذكرت أنا الرواة الذين أبرزهم ويعني فوكس عليهم وهو ابن حبان ومسند أحمد وعبد الرزاق والمستدرك والكافي إذن والاستبصار كل هذه مهد لها حتى يروج أو يدخل كما ذكرت سابقا الأحاديث الضعيفة وحقيقة وتحاشى ذكر المحدثين الذين أسسوا الحديث الصحيح والأحاديث المنقولة نقلا عن أبو السلام أبو حنفية ومالك والشافعي والإمام أحمد بن حنبل هذا أمر خطير حقيقة أدعو لعدم قراءته والتحذير من هذه الكتب التي المسمومة والمتسوسة والمتذوبة عن النبي السلام